مرحبا معكم كرييريف ايد كيف تحصل على ثوم بدون رائحة وبفائدة مضاعفة إذا كنت ممن يحبون الثوم فسوف تعشق هذه الوصفة إذا كنت لا تحبه فسوف تصبح كذلك أيضا لأنها ستمنحك منافع الثوم من دون سيئاته بهذه الوصفة سوف تتمكن من تناول الثوم كالمقبلات تماما حيث أنه سيكون مقرمشا وحامضا ولذيذا وبدون رائحة نفاذة يحتوي الثوم على العديد من الفيتامينات والمزايا الصحية كما أنه غني بالحديد والزينك والماجنيزيوم والمانغنيز يعدل الثوم ضغط الدم ويسيل الدم ويمنع حصول الجلطات والسكتات الدماغية والنوبات القلبية وهو مفيد لتوسيع الأوردة والعلاج السقل في القدمين كما أنه يخفف مستوى الدهون السلاثية والكوليسترول وتجري دراسات حاليا لتبين دور الثوم كمضاد للعدوى والسرطان والالتهابات بفضل هذه الوصفة سيصبح الثوم لطيفا إذن وماذا عن منافعه؟ ستتضاعف عشر مرات حيث تؤمن لكم هذه الوصفة البروباياريكس أو البكتيريا الجيدة الثمينة التي تدعم جهاز مناعتك الثومي وتعالج جهازك الهضمي وإليك الطريق الآن نحتاج أولا إلى كوبين ماء معقم نضيف إلى الماء خمسة عشر جرام ملح ثم يذوب الملح في الماء بشكل تام نحتاج أيضا إلى جرة زجاجية محكمة الإغلاق بعد ذلك نضع حبات الثوم المقشرة ونضع الملح والماء ونتأكد أن حبات الثوم قد غمرت بالماء تماما نحكم إغلاقة جرة ثم يترك لمدة خمسة إلى سبعة أيام في حرارة الغرفة بحسب الحرارة خمسة أيام إذا كانت تقص حارا وسبعة أيام إن كان باردا من دون أن تفتح الجرة يمكنك استعمال هذا الثوم كالثوم الطازج في أطباق اللحم أو السمك أو الخضار أو في الصلصات والصلطات والبيتزا كما يمكنك تناول حبات الثوم بدون أي إضافات إن كنت تحرص على تناوله كعلاج ولن تشعر أنت والمحيطين بك بأي إزعاج نشكر متابعتكم لا تنسوا تعملوا اشتراك بقناة Creative Aid والضغط على زر أعجبني وإذا كان لديكم أي استفسار تركوا تعليق ترجمة نانسي قنقر